هذا ووصلت اليوم لأربعاء الدفع العاشر من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان وذلك تنفيذا لتوجيهاته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله بعلاج ألف طفل فلسطيني من المصابين وعلاج ألف من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة وحطت الطائرة القادمة من مطار العريش في مطار أبوظاب الدولي وعلى متنها ستة وثمانون من الذين يحتاجون للرعاية الطبية والمرافقون من عائلاتهم وكانت دولة الإمارات قد سارعت منذ بداية أزمة إلى تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة وتم إطلاق عملية الفارس الشام ثلاثة الإنسانية في الخامس من نوبمبر 2023 لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في القطاع ووفقاً لإحصاءات عملية الفارس الشام ثلاثة حتى يوم الاثنين الماضي استقبلت مستشفيات الدولة وقبل وصول الدفع العاشرة 474 حالة من الأطفال الجرحة ومرض السرطان الفلسطينيين فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة 3575 حالة